في الدعوة تصدره بحكمة العدل الدولي القرار لول كان 28 مارس والقرار اللي ألزمت فيه المحكمة الكين المحتل باتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية وكنا وقت حكينا عليه القرار هذي وقلنا بأنه قرار مهوش في قيمة ما يحدث على الأرض اليوم المحكمة تقول الشروط مستوفات لاتخاذ إجراءات طريقة جديدة في قضية اتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية وعلينا أن نحكم على إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح ويلزم القرار كذلك الكين المحتل بضمان وصول أي لجنة للتحقيق أو تقصي الحقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية شفت المأزق اللي وضعوا فيه إسرائيل إن إن ساعت فستكون هزيمة نكراء وخروجهم في اللحظة هذه هزيمة عسكرية وستراتيجية وعمليتية نكراء وإن رفضوا فسيفضحون أمام العالم كله ويعني سيقولوا العالم مرة أخرى أن فعلا إسرائيل فوق القانون الإسرائيل ترمي بعرض الحائط كل القوانين الدولية وقانون الحروب ومنظمة الممتحدة بصفة عامة وفي كلتا الحالتين هو مأزق معناها صعب على الكيان وكما قلت لك المهم هو نتائج استراتيجية أصبحت دولة منبوذة بأتم معنى الكلمة دولة منبوذة بأتم معنى الكلمة هيتنشوفوا صداه هذا القرار لدى الكيان المحتل نتنياهو يعقد اجتماعا اليوم لبحث الرد على قرار محكمة العادلة الدولية وحسب صحيفة إسرائيل هيوم فإنه نتنياهو قرر عقد هذا الاجتماع ولم يدعو إليه وزيري مجلس الحرب بيني جانتس وغادي أيزنكوت لمناقشة الرد على قرار المحكمة يعني عمل الاجتماع ومدعاش له وزيري مجلس الحرب إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول أنه جانتس أجرى اتصال مع وزير الخارجي الأمريكي بلينكين على خلفية قرار محكمة العادلة الدولية جانتس قال أن تل أبيب ستواصل القتال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وفق القانون الدولي ولا يهمه ما تقوله محكمة العادلة الدولي هذا هو إسرائيل دائما يجتمعون دائما على نفس حشيك المبيقات يعني دائما يجتمعون على رمي عرض الحائط كل القرارات الممتحدة يعني عادة لكن المرة هذه مختلفة لأنه قرار محكمة العادلة الدولية الزامي ولا يتطلب حتى اجتماع مجلس الأمن لابد في الحقيقة التنفيذ الفوري ولكن هو نتنياهو اختار الجناح المتطرف وإن شاء الله هذا الجناح هو الذي سيقودنا إلى زوال إسرائيل لأنه ما أعرفه نرجع شوية للتاريخ كل الحكومات المتطرفة في آخر المطاف تحمل دولها إلى الضمحلال وإلى الضمار هذه لا شك رجل فيها مثلا ماش مرة في التاريخ التطرف هذا أدى إلى شيء إيجابي دائما يؤدي نتائج عكسية ويعني تأتوا بعد ولتحاسب له في الآخر أشبش يصير في إسرائيل سيحاسبون أنفسهم ويتهمون بعضهم البعض ويقولون أنت أهلكتنا وقضيت على الكيان وقضيت على مستقبل الكيان وأبناء الكيان وتعون شوفوا تابعات هذا لأنه في نفس الوقت في نفس الوقت وأنا وعدتكم وخدت لكم راهو كل ما زاد الضغط على رفح إلا واليوم هجومات ضخمة جدا من المقاومة اللبنانية على مستوطنات شمال وعلى ثكنات شمال وعلى منصات التجسس يعني اليوم كان يوم رهيب في شمال يعني وعدهم رجعين له رجعين له أمل هنا بش نكمل سيد العميد مش كن ما حكمت العدل للدولي الاتحاد الأوروبي اليوم على الخط الشريك الأكبر والدعم الأكبر ليه الدولة اليوم الدولة الفلسطينية خليني نقول يعتبر اليوم هذا شريك أو بعض بلدان الاتحاد الأوروبي ليهو كانت الشريك الأكثر قوة في دعم الكيان المحتل الاتحاد الأوروبي اليوم في رسالة للكيان المحتل يقول الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هدية لحركة حماس ولا هو معادات للسامية مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم يقول الاعتراف بهذه الدولة الفلسطينية هو اعتراف بالسلطة الفلسطينية أولاً ويقول نحن كاتحاد أوروبي نتحدث على حق شعوب في تقرير مصيرها هذا التصريح هو إجابة شافية لكل من شكك في سبع أكتوبر من كان يظن أن الاتحاد الأوروبي المناصر الأول لإسرائيل والصديق الأوحد الأوحد والداعم الأكبر بمليارات الدولارات يقول هذا الكلام اليوم ليش؟ لأنه يعرفوا راه وزادة مومشي يعني خصيصين ناس عندهم خبراء وعندهم يقرؤون جيداً المشهد الدبلوماسي ومشهد السياسي ويعرفون أن موقفهم الهزيل الذي كان بعد سبع أكتوبر أدى إلى تشكيك في الاتحاد الأوروبي وتشكيك في نزهة الاتحاد الأوروبي ونذكرك سماحك أن نذكر لي بدينا نتكلمون على الكيد بميكلين ومن لول قالوا لا مستحيل والآن أصبح ظاهراً هم يريدون النائبة أنفسهم على الموقف الأمريكي ويعني على الأقل إصدار موقف قبل أن تقع الفأس في الرأس وأن يعني أن يلفظهم التخطر يخافهم بالتاريخ المشكلة متاع الاتحاد الأوروبي شوف ماذا تبقى؟ ماذا تبقى من الحرب العامية الثانية؟ بقايا جروح جروح وأول نذكر أول شيء قالوا لن نقوم بهذا الخطأ ثانية اليوم يعرفون أن مثل هذه الأمور قد تحدث شرخاً في جسم الاتحاد الأوروبي وذلك عليه جوزيف بولي الأخذاء موقف واضح وسريح عنده مدرة مشتوى مدرة يقتقال ومشتزهم تزهم القمر تضغط على الشعب الغزاوي كل مرة تدفعون في مكانها كان موقف حاسم واليوم يريد أن ينقى بالاتحاد الأوروبي عما يحدث في العالم ويترك فقط أمريكا بريطاليا ألمانيا ربما فرنسا اللي بدأت تتراجع ربما لكن محور الشر الواضح فرنسا تو نزيد ونحكي عليها حتى في ناس ديواننا لاحظ لكن فرنسا صحيح ما تخوش قرارات أحدية ولكنها صوتت في مجلس الأمر نعم نعم لا نقول لك لها الناس كلها تخاف يعني اليوم فما الكيل بمكيلين ولا من جانبهم هما ممكن سيد العميد نبش نقعد في الدول الأوروبية وفي قرار وصف بأنه أغرب قرار في علوم العلاقات الدولية وقته الكيل المحتل يقرر قطع العلاقة بين إسبانيا وفلسطين والسلطة الفلسطينية يعني في العادة قطع العلاقات قطع علقة الطرف بالطرف الآخر يكون الطرف المسؤول على العلاقة هذه هو ليقطع العلاقات بين الدول لكن وقت اللي نشوفه وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس يعلن ويقرر قطع العلاقة بين القنصلية الإسبانية وفلسطيني الضفة الغربية ومنع القنصلية من تقديم الخدمات لفلسطيني الضفة الغربية هذا يوصف اليوم في الأعلام حتى الأمريكي بأنه تعد على قرارات سيادية لدول مستقلة القنصلية في القدس الشرقية التي هي في نصوص القرارات الأممية جزء من الأراضي المحتلة عام سبع وستين ووصف هذا القرار بالجنون الدبلوماسي أنا أنا من أخصر العكس أنا أقول أن هذا القرار هو كيف ليقدم عباس استقالته لأنه صمت وأكثرش من هكذا هذا القرار المجنون كيف ليقدم عباس استقالته ويترك المكان لغيره حتى يدافع عن على الأقل معناها ما تبقى من هذه السلطة التي ماذا يريدون القول الإسرائيليون يريدون القول أنها غير موجودة وأنها في المكان فقط ولكن من يحكم هما إسرائيل إذن لما ينزع عنه حتى عالم الدبلوماسية فهذا كافي أن يخرج من المشهد نهائيا هو خارج الحقيقة من يوم سبعة ولكن هذه المرة أنصحه وأدعوه بالاستقالة وترك مكانه لمن يمكن أن يقود الشعب الفلسطيني أو على الأقل يسهم في يعني لم شمل الشعب الفلسطيني وتكوين سلطة حقيقية تمثل الشعب الفلسطيني وترفع العالم القادم لأنه قادم لا رأيب فيه راهو الدولة الفلسطينية أحب من أحب وكاله من كاله آتيتون لا رأيب فيها العالم الكل العالم الحر اتفق على هذا وغذية محبور شر سيأتي يوم وينهار ويخضع هي تنزيدك سيد العميد كيف نحكيه على الاتحاد الأوروبي ما احنا كيف تكلمنا قلنا مثلا بأنه هناك بلدين واضح بأنها لن تنحاز سوى الكيان المحتل يجي تصريح اليوم ولأول مرة منذ بدء الحرب يصدر مكتب المستشار الألماني بيان يؤكد فيه أن برلين ستعتقل نتنياهو إذا صدرت مذكرة اعتقال بحقه وكان على أراضيها هذا يحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل ولأول مرة كذلك منذ بداية الحرب يوجه الكيان انتقادات قوية للحكومة الألمانية وقال لي احنا نعرف بأنه برلين من الداعمين الأشداء لا نعطيك تفسير أعطاه لي التفسير أنا 2011 في ألماني وكان سؤالي الأول لماذا نكرتم تاريخكم لأنه لما انتهت الحرب بعد تحتيم درزن اجتمع الألماني وماذا قالوا قالوا لن نرجع إلى الوراء مدى الحياة وقالوا نحن سندعم المحاكمة النازيين ونحن سنجعل من الأمم المتحدة أقوى هيكل ليش لتفادي ما حدث وتفادي المحارق والمذابح واليوم ألمانيا رغم كل ما يقال عندها خوف كبير من الأمم المتحدة وخوف كبير هذا كعليش حارسوا على أنهم يطبقوا القانون الدولي وقرارات المحكمة الدولية وقرارات الممتحدة ليش لأنهم مازال عندهم قتلك الجروح الشرخ ألمانيا تدمر ألمانيا يعني مسحاب الأرض يعني ركاة متراب لكن ألمانيا منذ بداية الحرب وهي تدعم الكيين المحتل سيد العميد مثلا في الصحيفة لقتلك اللي قاعدين نحكيه على لغتيك المنع تايمز أوف اسرائيل تقول حسب تصريحات لمتحدث الحكومة المحتلة يقول أنا أتذكر أن الزعيم الألماني جاء هنا بعد أيام من السابع من أكتوبر وقال أن حماسي النازية الجديدة ويسعون لتنفيذ بادة جماعية ضد اليهود وتابع قال يحتاج الكثيرون في العالم اليوم إلى التحقق من بوصلتهم الأخلاقية وما يحصل في برلين هو تصرف موشين شوف سميح حرون تكلم حشتين مختلفين الألماني ما زالت عندهم عقدة الذنب بالمحرقة وكأنهم يتوددون للإسرائيليين عما فعلوه بستة مليون ما قالوا أنه بان ذفرين ستة مليون معناها إسرائيلي تم يهودي تم قتلهم من تسعة وثنين خمسة واربعين من ألف وثنعمية وتسعة وثنين يعني ألف وثنعمية واربعين وعقدة الذنب هذه خلتهم دائما يكونون أقوى من يدعم الكيان سوني لكن في نفس الوقت هم أكثر من يعني يطبق قرارات الأمم المتحدة ويخاف حتى لأنه يقول لك معناها نورنبيرغ المحاكمة الأولى التي حاكمت النازيين وقابلوها بصدر حب وحاكموا وهم أبيتهم للمرة هم الذين قدموا النازيين للمحاكمة والألمان يعني كما قلت لك جاءوا بين نارين من عقدة الذنب لإصلاح ما 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 فعلوه باليهود ثم في نفس الوقت يحترمون القانون تعرف في ألمانيا ممنوع مش تقول جندي في بالك تعرفش يقولوه يقولوا المواطن المسلح حتى كلمة جندي يقولت ممنوع عندهم على شفت التاريخ يخلي أثار ويخلي جروح في الأجسام في الأجسام الدول حتى كلمة جندي ألمانيا ممنوع يقولوا المواطن المسلح إذنش معناها معناها ريت كيفاش يخافوا لكن نقول لك حاجة هذا كل ما يعنيش حد شيء اللي يهم التاريخ وقتي يتحرك بالطريقة هذه دي ما ياخذ المسار الصحيح كما كلمياه اللي تلقى دائما المجرى تعرف تعبط تطهط الأمطار وفي الأخر تلقى طريقها إلى البحر نفس الشيء أنا حيينه وتقول ذكرك ونقول لك ستتسارع أكثر حركة التاريخ وليهمني أنا في الموضوع الكل شنو هو أنه راه الدولة الفلسطينية من حبل المال الفرنسيس البريطانيين أكثرهم أكثر وحايدة معناها رو أكثر العبادة تطروا فأنهم البريطانيين المصائب اللي صارت في العالم كل وراء كل مصيبة تلقاها في العالم لوش تتلقى وراءها وعلى هنا بريطانيا لم تصوت مع قرار مجلس الأمن مثلا شوف أنا بالنسبة لي إذا كان ثم دولة يزمها يمسحوها من التاريخ هي بريطانيا ليش لأنه مصائب العالم بكل الكل وإنتمشي تلقى مشكلة راه وراها هاكل يعني الإمبراطورية الإمبراطورية القديمة ولتوهم وصلين لتوهم وصلين في يعني مناوراتهم وفي مؤامراتهم وفي يعني شي غريب والله عجبني كل النايب في البرلمان البريطاني قال يكثم الدولة لابد من اليوم من احتلالها يا راي بريطانيا لأنه بالحق يزمها تتوقف على شيء هذي حتى كي جابوا يعني رئيس حكومة من أصل هندي باقي مواصل في نفس النهش لأنه الحكومات هذه كما قلت تحكمها اللوبيات راي اللوبيات تتصرف كما تحب هنا يا سيد العميد بعد قرار محكمة العدل الدولية وبعد ما يصدر من بلدان أوروبية نمشيوا على الأرض وغارات غير مسبوقة على رفح بعد قرار العدل الدولي انهاء الهجوم اليوم شفنا غارات عنيفة وغير مسبوقة على مدينة رفح لحظات من إصدار محكمة العدل الدولي للقرار هذي بإنهاء الهجوم على المدينة والمقاومة كذلك تخوض اشتباكات ذارية منذ اللحظة الأولى لإعلان قرار محكمة العدل الدولي السباب الأول هو كما قلت لك جنة جنونهم بعد قرار المحكمة المحكمة العدل الدولية لأنه هذي راه وتعرف يحضر هذي يؤشر إلى اقتناع المحكمة بالإبادة الجماعية راه وتعرف شو معناها سياسيا راه بعد زمن إسرائيل تتجبر بدفع تعويضات ويعني يعني تتحكم على كل الجرائم وتعديه العسكري انتح على المحكمة وسياسية راه بعد وراها كما صار بعد حرب العالمية الثانية هذا اللي يستنى فيهم معناها والطريق اللي ماشيين فيه هو هذي طريق هذي لو لا غطرست أمريكا وغطرست إسرائيل راه وتغيرت المحطيات غير التو مازالوا هزوز يظنوا أنهم فوق فوق القانون الدولي ومعناها معناها ما يوقفهم حات شي لكن كل شي أشهر هذاك عليه جنة جنونهم هذي سباب الأول إذن قرار يعني وجحم وجحم برشا يعني قرار صادم ثم في يوم واحد ثمانية دبابات زوز جرفات عدد لا يحصل من الجنود واذا كل في رفحة ومش نكلموا على الإقادة يصير في الشمال إذن شفت التخبط هذا والتمزق يعني شي كبير هم اللي يحاولون لو إطلاق نار مجنون على كل من يقترب بالوسط رفح كل شي طيران ومنع طواقم الإسعاف والإغاثة من إغاثة المصابين تنكيل تقتيل تنكيل واضح ما في حتى شك راه علش المحكمة قالت في رق معناها مش تبعث في رق للموقبة ما يقع في غزة وممكن هذك أكبر مصيبة تصير لمكان يدخلوا في رق أممية وشوفوا ما يحدث يعني مش تكون كيرثة راه على الكيان السهوني لأنه بشي يشوفوا كل شي بشوفوا المقابر الجامعية بشي يشوفوا المستشفيات المدمرة بشي يشوفوا الأطفال الموتى بشي يشوفوا القائمات بشي يعني بشي يشوفوا التجوية وهذا ما يخشاه الكيان السهوني يخشى أن يعني المرة ذي الصور تقول لكن فما فرق بين الصور وبين القرارات من طرف خبراء أممين فما فرق كبير راه الصور لا تكفي المهم أنه تكون قرارات صادرة عن جهة مسؤولة تابعة للممتحدة وقتها يتغير كل شي واضح مشكل في رفح المعارك الطاحية